بسم الله الرحمن الرحيم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين فصل في محظورات الإحرام ويجتنب المحرم وقت إحرامه حلق الشعر وتقليم الأظفار ولبس المخيط إن كان رجلا وتغطية رأسه إن كان رجلا والطيب رجلا وامرأة وكذا يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله وأعظم محظورات الإحرام الجماع لأنه مغلظ تحريمه مفسد للنسك موجب لفدية بدنه محظورات الإحرام تسعة من فعل شيئا منها ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه فيها إلا من قتل الصيد فعليه الفدية مطلقا أما العمد فتنقسم المحظورات فيه أربعة أقسام القسم الأول لا فدية فيه أولا عقد النكاح سواء كان لنفسه أو لغيره ثانيا المباشرة دون الفرج إذا لم يصاحبها إنزال فلا كفارة فيه وعليه التوبة القسم الثاني فديته مثله ثالثا قتل صيد البر واصطياده ومن قتله كان عليه الفدية مطلقا وهي جزاء من النعم يحكم به ذوى عدل القسم الثالث فديته مغلظة رابعا الجماع ألف قبل التحلل الأول يترتب عليه أربعة أمور يفسد حجه ويمضي فيه فاسدا وعليه إعادته ويجب عليه بدنه با بعد التحلل الأول وقبل طواف الإفاضة فيترتب عليه أربعة أمور الإثم ويفسد إحرامه ويجب عليه الخروج إلى الحل ليحرم منه وتجب عليه الفدية القسم الرابع فديته مخففة خامسا حلق الشعر من الرأس والجسد سادسا تقليم الأظافر سابعا تغطية الرأس بملاصق للذكر ثامنا لبس المخيط للذكر وهو ما فصل على الجسد أو أحد الأعضاء تاسعا لبس النقاب والقفازين للمرأة وفديتها على التخيير إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شات توزع على فقراء الحرم وأما فدية الأذى إذا غطى رأسه أو لبس المخيط أو غطت المرأة وجهها أو لبست القفازين أو استعمل الطيب فيخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاه وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله إن كان له مثل من النعم وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما وأما دم المتعة والقران فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية فإن لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة في الحج يبتدئ صومها من حين أن يحرم بالحج أو العمرة وآخر وقت الصيام آخر يوم من أيام التشريق ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها وسبعة إذا رجع فإن صامها كلها بعد فراغه من أعمال الحج فلا بأس وكذلك حكم من ترك واجبا أو وجبت عليه الفدية لمباشرة وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم من مقيم بمكة وأفقي وهو غير المقيم بمكة ويجزئ الصوم بكل مكان ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب أن يأكل منه ويهدي ويتصدق والدم الواجب لفعل المحظور أو ترك الواجب ويسمى دم جبران لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه لأنه يجري مجرى الكفارات فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر